احرق متظاهرون ايرانيون صورة المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي ايران في تعبير عن غضبهم مطالبين بالحرية ورفض الظلم في البلاد وشهدت ايران قبيل تفشي جائحة كورونا احتجاجات على اسقاط الطائرة الاوكرانية في يناير الماضي بعدما اعلن الحرس الثوري مسئوليته عن الحادثة وحرقت صور لكبار المسئولين الايرانيين بمن فيهم المرشد تحت عنوان شباب تونس ينطفت ضد الاخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم اعلنت تنسيقيات حراك 14 جوان المحسوبة على الرئيس قيس سعيد انها ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة واهداف الاعتصام الذي تعتزم تنفيذه الاحدى المقبل قالت اثيوبيا انها تستعد للملء الاول للخزان بالمياه وذلك رغم المبادرة السودانية الاخيرة التي انتهت الى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء ري القاهرة والخرطوم وادي سبابا وكان اعلن اثيوبيا الاخير على لسان وزير الرئي الذي ارتقط صورا من موقع السد ونشرها على حسابه بفيسبوك ليعيد التذكير بالانسحاب الذي سجلته اثيوبيا في فبراير الماضي من التوقيع على مسودة الاتفاق الذي اعدته وزارة الخزان الامريكية